يقول الصيام للحائض متى يكون بعد الغسل أم عندما يتغير لون الدم وتعيد هذه الأيام مرة أخرى المرة إذا كان عليها العذر الشهري الحيض فإنها إذا طهرت منه أمسكت إذا كانت طهرت قبل الفجر أما إذا طهرت بعد الفجر فلا يجب عليها الإمساك لأن صومة هذا اليوم غير صحيح بالنسبة إليها وبالتالي هي سوف تفطر طوال اليوم وتقضي هذا اليوم أما إذا طهرت قبل الفجر فتمسك عن الأكل والشرب يعني تصوم حتى لو اغتسلت بعد الأذان حتى لو اغتسلت بعد الأذان بعض النساء قد تكون مشغولة بتجهيز السحور أو نحو ذلك فيؤذن عليها الفجر وهي لم تغتسل لكنها طهرت فتمسك وتبدأ في الصيام ولا بأس عليها في ذلك إن شاء الله